كلمتان حبيبتان إلا الرحمن خفيفتان على اللسان تقيل تاري في الميزان سبحان الله وبحمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الجمعين ذاتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في الميزان اسلامسكي ناوك سرني كثيرا أن ألتقي بإخوة لي في هذه البلاد المباركة في بلاد البوسنة والحرسك وقد سررت كثيرا بما رأيت من صلاح المسلمين في هذه البلاد وهذه المظاهر الجميلة أن يرى المسلم إخوة له في بلاد بعيدة جدا عن بلاد الحرمين الشريفين ولا أخفيكم أن سروري يعني لا يوصف من ما شاهدته من إخوة لنا وأخوات قد التزموا دين الله عز وجل الذي هو الدين الحق في هذه الأرض في الجميع بالحشي يجب أن نحن عن طريق المسلمين المسلمين مملاء المسلمين أرمون كظنف أhui نحن عن قضاء تجهائي أفضل فأسأل الله عز و جل أن يبارك فيكم وأن يزيدكم من هذا الخير الذي أنتم عليه في المقدمة أود أن أشير إلى أمر مهم يجهله كثير من المسلمين في ظل الإعلام الموجود الآن وهو فيما يتعلق بالشعب المختار ولا شك أنك أنت أيها المسلم أنت المختار من الله عز و جل فأنت تختلف عن باقي البشر الذين يمشون على هذه الأرض لأن الله سبحانه وتعالى عندما هداك لهذا الدين الحق فقد اصطفاك واختارك ودلك على أمر عظيم لأجله خلق الله سبحانه السماوات والأرض وأنزل الكتب وعرسل الرسول وكامل جهد فقط لا تشهدهال كل أحضر وأكبر الله سبحانه وتعالى من قرآن أول الله عز وصنا اشتركوا في القناة فلا تنسى أيها الأخ المسلم المبارك و أيها الأخ المسلم المبارك أن الله سبحانه وتعالى قد اختار لأمر لا للونك ولا لجنسك ولا لجمالك وإنما لشيء واحد فقط وهو أنك تقيم الأمر الذي طلبه الله من الناس أجمعين ألا وهو توحيد الله وإقامة العبادة على الله اشتركوا في القناة 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 أرد الله أعيه فيإنتاجه ومعرفة أبغل أacjisınız عن عدد بلعب فيتنوا بيجيب أمو تركيب إذا كان لقرابات أولاد فيتنوا بلعبات المسلمة أولاد وهم بلعبات أولاد أولاد وأولاد أولاد 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 أي مراطيين من ما أعطاه الله عز وجل للرجل في هذه الدنيا وهي شهوة من الشهوات المذكورة كشهوة المال وشهوة الذهب والفضة والخيل والأنعام والحرث وغير ذلك فهل هذه الشهوة محرمة؟ الجواب لا لكن الله سبحانه وتعالى وضع لها نظاما وهو الزواج لتكون هذه العلاقة حلالا وكما قلت في البداية إنك أيها الأخ المسلم وإيته الإخوة المسلمة تحتالي فونا عمقية الناس في مساري حياتكم لأن الله اختاركم فلا بد أن تكون هذه العلاقة مبنية العزور موسيقى 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 وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم 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 دا ستوبوا براك ناكا ستوبوا لأنه يديني ناشنا دا ستشوفوا اوغا غاليك إسكوشين الأمر الخامس من هذه الأمور من لم يستطع الزواج لعجز مادي أو لإنشغال بالدراسة أو لغير ذلك فيجب عليه أن يعمل بعض الأمور التي تخفف من هذه الشهوة لديه وهو الصيام يقول الإمام القرطبي كلما قل الأكل ضعفت الشهوة وكلما ضعفت الشهوة قلت المعاصي فالتخفيف من الأكل لا شك أنه يبعد الإنسان عن مثل هذه الشهوات التفكيرية فالتخفيف من الأمور سادسا من هذه الأمور البعد عن رفقاء السوء يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل والبعد عن رفقاء السوء لا يقتصر فقط على الصديق وإنما يشمل كل أمر يأتيك منه مضرة سواء كان هذا الأمر عن طريق الإنترنت أو عن طريق القناوات الفضائية أو عن طريق المقاهي أو عن طريق الأسواق فالبعد عن هذه المواطن أمر مطلوب للبعد عن الفتنة فالبعد أن الله سبحانه وتعالى قد استفاني وقتارني لحمل هذا الدين العظيم فالبعد عن طريق الأسواق فالبعد عن طريق الأسواق فالبعد عن طريق الأسواق لا يسمع لما يسمى جدا فالبعد عن طريق الأسواق محضورا لديه محضورا لديه أس tills وضعنا من هذه الامور الحرص على استغلال الوقت في طاعت الله عز وجل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتاني مغبون فيهما كثير من الناس الصحة فأستغل وأشغل نفسي بما ينفعني من دراسة من عمل من أمر ينفع إخواني من أمر ينفع أسرتي فإشغال النفس بهذه الأمور الطيبة تبعد الإنسان عن الاشتغال بالأمور السيئة ثلثة thing خلفوا فينه ضخرتم لاعفrei دوسط إنه فوقستى والأشهر سفار س trouن tongue وهدس lamb أميزي أبيو يتحال fire دوسطين دو جدين لعلكتنا ثلاثي دو جدين لعلكتنا لكن من يماركتنا لموضنة لموضنة تلك الموضع لكن تلك الموضع ونهاء من السبب نه كله يجب أنه يعمل سوى جدين لعلكتنا موسيقى كان أدن بأن الله سبحانه وتعالى أعطا في هذه الأحيات صرفت ما أرى ويقارن جزء من نعيم الدنيا لا يقارن بنعيم الآخرة فأعطاك لجمال المرأة أن تتذكر الحر العين وأعطاك لمشروبات الآخرة مشروبات الدنيا أن تراها بعينك ويقدر الله سبحانه وتعالى أن من انتهك الحرمات في هذه الدنيا قد يحرم منها في الآخرة فمن شرب الخمر في الدنيا ومات ولم يتهب فإنه يحرم منها يوم القيامة فالله سبحانه وتعالى وضع في الدنيا أسماء تدل على ما سيجده المسلم من النعيم المقيم في الآخرة فكن دائما متذكرا أن الله سبحانه وتعالى أراك بعض النعيم بعض النعيم البسيط في هذه الدنيا فإذا رأيت المرأة الجميلة فقل سبحان الله إن الله أعد لي في الآخرة ما هو أجمل وأفضل منه كماً كنت أتكلم إلى أن أغستر ليفتي أوتك تبقى تبقى إن أغستر ليسة وكتشفية… أن الله讚اتهم أغسترون وعشرين على الأ PROD. ANDي 오يدون الزينيات التنسية أغسترون أذرون لحبتي في الأغسترون pityarab يمكن أن يتسار ليسة على الوحيلة لحبتي لحبتي أغسترون لحبتي بيت će استračen tog priča u ženetu. Ime znači puto i slično. Hammer znači može biti vino, dunjaučko i akhiratsko, s tim da se suštine uveliko razlikuje i to je vino koje neće opijeti, od koje će čovjek osjećati užita, kljepotu, nasade, koje se ne mogu opisati, ne mogu stvati. Zato znači sve ove stvari koje nas upržuju, koje vidimo od blagodati, da se osjetimo od ženetske blagodati koje će nam pomoći da se prama to, sve še je veno, fitne na biniaroku. Vahe znači, tvekro, ayoha, iša, iša, ima, 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 ima. Zatim, od posljednje stvari koje ćemo navesti, da naš Pad korji nam 제OLa Đešanu činio i darovao kao jedne najveće blagodati koje uživamo na dunjaluku, Sijeti se da je to blagodat koju je te sutra Nadešanu ondao. Pa kako onda možase biti neprokoran? Znacim pogledom i gledanjem ono što je haram. Zamisliti da je Te Örue đešanu stvorio bidat. كيف تساعدنا على العظة هذه الخلق منها في الختم أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا وإيكم من نعيم الدنيا ولا من نعيم الأخري أسألوه أن يحفظكم أن يحفظ عليكم دينكم وأن يجعلكم مباركين أينما كنتم موسيقى موسيقى موسيقى